لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أستاذها دعاء في يوم من الأيام كان يصعد إلى منبره الشريف ثلاث درجات في المنبر في كل درجة يقول إيه الصحابة يسمعوا سيدنا النبي بيقول إيه أمين 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 فالصحابة تعجبت أصلا أمين دي معناها اللهم استجب يعني في دعاء مش دعاء عامر في دعاء بيقال وسيدنا النبي سمعه بيأمن بيقول اللهم استجب فالصحابة بيستعجبه هو إيه الدعاء اللي سيدنا النبي سمعه وفي نفس الوقت بيقول عليه أمين فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من خطبته قيل لسيدنا رسول الله من سيدنا معاذ بن الجبل يا رسول الله سمعناك تؤمن فعلى أي شيء كنت تؤمن كنت بتقول أمين على إيه فقال عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال لي في الأولى يا محمد خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين لأن رمضان باب عظيم شهر رمضان باب عظيم من أبواب المغفرة طبعا فما تعديش الشهر كده من غير ما ربنا ما يغفر لك الثانية يا محمد خاب وخسر من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين هرجع تاني بس أقولك التالتة يا محمد خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين أقولك إشارة مهمة كده في الموضوع ده يا أستاذ دعاء دول تلت أبواب للمغفرة تلت أبواب ربنا بيفتحهم قدام مننا وبيقول لسيدنا النبي عليهم وإن دي أبواب المغفرة الباب الأول شهر رمضان والصلاة على سيدنا النبي باب من أبواب المغفرة العظيمة وبر الوالدين متخيلة إن بر الوالدين متخيلين يا جماعة إن البر إن أنا أتعامل معهم معاملة طيبة أسمعهم كلمة طيبة أعمل معهم مواقف طيبة أتحمل حتى ما يبقى أبويا كبير في السن وبيتعامل أو أم كبيرة في السن والمعاملة بتخنقني وبتدايقني فأتحمل المعاملة دي وكمان أحسن إليهم ده باب عظيم من أبواب المغفرة يبقى شهر رمضان والصلاة على سيدنا النبي معهم بر الوالدين باب من أبواب المغفرة اللي احنا كتير مننا يا أستاذها دعاء ما بياخدش باله من الكلام ده ما بيهتمش بالقصة دي بل زي ما قلنا كده في البداية ده كمان بيجاهر أنه هو من الأبناء العقين للوالدين فاحنا محتاجين نتعلم احنا وإحنا كبار كده إزاي نكون بررة ولو عندنا تقصير نجبر التقصير ولو بنتعامل معاملة سيئة وبنتكلم بصورة مش كويسة نحاول نغير أسلوبنا في المعاملة عشان دي طاعة لله سبحانه وتعالى وعشان البر ده هيعود لنا في ولادنا وولدنا يتعلموا مننا حتى التقبيل الإيد دي لما تربين عليها وإحنا صغيرين إن إحنا نقبل مش إيد الأب والأم بس أي حد كبير نقبل إيد خالتي وعمي وعمتي اتربين على ده بس ولادنا النهاردة ما عادوش بيشوفوه ولادنا النهاردة قصة إن هو يقوم منهم فيسلم على أبوه أمه ويقبل إيدهم ما عادتش موجودة دي من باب البر حاجة كبيرة جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أكون ابن بارب أبوه أحساس كده بالحب وبالشكر وبالامتنين وبالاحترام القلفة والمودة إحساس مش هقول رد الجميل لإن أنت مهما تعمل مش هتقدر ترد جميل أبوك وأمك عليك لكن إحساس إن هم اتلقوا ثمرة للتربية اللي هم عملوها اتلقوا ثمرة للتعب ده إنت كمان لما بتعمل ده بتاخد أجر من ربنا سبحانه وتعالى على الطاعة وعلى البر وعلى المودة وعلى المحبة لما يعني سيدنا النبي ذكر كده لما ذهب رجل لرسول الله يشكو من أبيه إن أبو بيكثر عليه في الطلبات بيكثر عليه إنه عايز منه دايما سيدنا النبي قال له إيه أنت ومالك لأبيك وفي رواية أنت ومالك طالما الأب محتاج وطالما بيطلب عن احتياج وإنت ربنا موسى عليك ومديك أنت ومالك أو أنت ومالك لأبيك